السلام عليكم فاتيدي كعاملين لبساليكم صحاب زيانا كنتمنى الفيديو اليوم ويعجبكم وما تنسوا الطبيعة الحال تعمونا بأمودي ووجد مرحبا بكم معي في الفيديو اليوم وفي الجولة اليوم الي كانت سمنى تكون خيفة طريفة للقلوب اليكم كما كانت سمنى دائما ان يكون ضيفة مرحب بها داخل جميع المنازل سواء داخل الوطن او خارجه كاذا اطيلها عنكم اسوقكم هذا الفيديو لا تنسوا مشاهدة الفيديو الى اخره وشكرا لكم على تعليقاتكم وعلى مراحلاتكم محببكم معي في مدينة القصر الكبير القصر الكبير هي مدينة صغيرة تقع شمال غرب المغرب تأسست المدينة على يد الفنيقيين في الالفية الاولى قبل الميلاد اشتهرت مدينة القصر الكبير تاريخيا بمعركة وادي المخازن او معركة الملوك الثلاثة عام ثمانية وسبعون خمسمائة والف والتي انتصر فيها المغرب على الاجتياح البرتغالي تم احتلال مدينة القصر الكبير من طرف الجيش الاسباني في العاشر من يونيو 1911 وكان احتلال المدينة مرفوقا بالنهب والاعتقال والتقسيل مما دفع بسكان المدينة الى تنظيم صفوفهم سر استعدادا للجهاد وفي السابع من يونيو سنة 1913 هاجم المجاهدون قوة الاحتلال في معركة العنصرة التي انتهت مع كل الاسف من هزام المجاهدين حيث كان ينقصهم الخبراء والعتاد والمؤونة الكافية الا ان هذه المعركة ساهمت بشكل كبير في تفجير الوعي بضرورة مقاومة الاحتلال كما انها اثرت مخاوف الاحتلال من تنامي ظاهرة المقاومة حيث صار على الاسبان الى تعيين قنص الجديد معروف بحنكته السياسية في التسيير وببراعته الفائقة في استمالة الرائلة وكان هذا المراقب الجديد الذي يسمى اسيد رودي لاس كخياس يميل الى النزعة المدنية في معالجة الامور فحاول ان يظهر حبه للمدينة ليتمكن من استمالة اهلها اول شيء بدأ باصلاح المدينة وصمم ساحاتها وعمل على تسريع وثيرة النمو بها كما اهتم بدراسة ماضي المدينة وتاريخها واعتنى بالمحافظة على مآترها وإحياء من ضتر منها حيث كان اهم ما قام به في هذا المجال اصلاحه لضريح مليال ابو غالب الزعيم الروحي السابق لمدينة القصر الكبير وضريح سيد الرئيس الامر اندلوس كما افضل رجل حبا غير عادل المدينة وتميز بدماثة اخلاقه وتقديره لرجالات المدينة واحترامه لهم وهكذا تمكن من استمالة اهل المدينة فاحترموه واعترفوا له بالجميل فخلدوا ذكره في عبارات مكتوبة نقشت على مساحة مستطيلية من السليج تم تثبيتها بقاعدة عمود الساعة الموجود بساعة سيدي ابو احمد والذي كان من المنشاة التي بناها هذا القنصل سنة 1928 مينادية كما تلاحظوا معي في الصورة ان نتوجد بالمدينة القديمة كما تلاحظوا معي المعروضات التي تتميز بها هذه المنطقة من نتيج ومن الاهتمام بما هو تقليدي وما هو يميز مدينة القصر الكبير مدينة تاريخية مدينة جميلة اصوارها ونوافدها وأبوابها تعبر بنفسها عن نفسها في زمن الحماية كان القصر الكبير مدينة حدودية تقع بين الحمايتين اولا الفرنسية في الجنوب وثانيا الاسبانية في الشمال المكان المتواجد في هو الغطاين في الشمال إذلك حضى باهتمام سلطات الحماية ويمكن وصف هذا الجنر ايسدورو ديلاس كخيات بعهد البناء والتعمير فإليه يرجع الفضل في بناء معظم المرافق الحيوية التي عرفتها المدينة سابقا حيث عمل على بناء أول شيء الشريع موليع أبو غالب وشارع السيد أبو احمد المنجرة القديم للواد الحار كما قام ببناء إدارة العدول الحالية والتي كانت في مقب محكمة شرية وشيد السوق المركزي كما هتم عفوا بترميم وإصلاح الأدرحة والمآثر التاريخية للمدينة وعمل على جمع النقود القديمة والأحجار والقطع الأثرية وكون منها متحفا بلديا جميلا والذي تعرض للنهب واندطر مع الأسف الشديد كما أسس ساحة مولاي المهدي وعمل على إفراغ المذابل كما أنشئت في عهده كل من المطبع ضرب النونة حاليا والنادي المغربي الحالي والمحول الكهربائي محول الكهربائي وبناية القوات المساعدة والسينما بريس كادوس والمركز ثقافي الحالي والبنك الشعبي الحالي والذي كان مركز للشرطة السابقا والسجن المحلي وفي سنة 1921 افتتح المستشفى المدني وعمل على ترميم وتجميل مدرسة ألفونس الثالث عشر مدرسة ابن خلدون حاليا وفي سنة 1923 بدأت الأعمال في إنشاء البريد والتيليغراف ومجموعة من الدور السكنية بحي سيكرينيا سنة 1926 وهي عبارة عن 35 منزه أو فيلا مخصصة عن موظف السكك الحديدية وتم بناء محطة القطار للسكك الحديدية ويقول طماس راميرت القصر الكبير تاريخ مغربي صغير ترجمة عبد الرحمن الشاوش منشورات جمعية البحث التاريخي والاجتماعي بالقصر الكبير سعيد حجي القصر الكبير خلال حالة الحماية أي منشورات المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير أخريف محمد العسكري محمد العسكري القصر الكبير صور تحكي معالم ووجوه وأحداث جمعية البحث التاريخي والاجتماعي بالقصر الكبير القصر والقصر الكبير عرفت المدينة لاحقا باسم القصر وبما أنه كانت توجد مدينة أخرى تعرف بالقصر أيضا بعد أن تطور اسمها من قصر مصمودة إلى قصر مجاز فالقصر لذا كان تحول اسم الأولى إلى القصر الكبير وسمي الثانية وهي القصر بالقصر الصغير وذلك لتجنب الالتباس بينهم على العموم إخواني هذه هي زيارتي لمدينة القصر الكبير ربما ما أعطيته أو ما قدمته من خلال هذه الجولة غير كافي بالتعريف بهذه المدينة التاريخية العريقة مغرب مغرب عريق وكبير وما يشهد عن تاريخه هو مخلفات التاريخية التي تعود إلى ملايين السنين الشوارع والأزق والجدران تعبر بنفسها عن نفسها لما مر من تاريخ أو لما مر من السنوات كل شبر وكل زاوية وكل ركن من أركان المدينة إلا ويعبر عن تاريخها العريق انظروا إلى هذا المكان التاريخي والجميل ما مررنا به تلك البوابة التاريخية التي تعبر من خلال شكلها ولونها وجدرانها عن متانتها وعن تاريخها العريق الذي يميزها عن غيرها مدينة القصر الكبير ربما مدينة صغيرة ولكنها مدينة كبيرة من خلال تاريخها مدينة يشهد لها المغاربة عمة وسكانها خاصة عن تاريخها مدينة جميلة لاحظوا معي كما تلاحظون في الصورة نمر الآن أمام مدرسة المنزه المختلطة وننظر إلى هذا الاتجاه كما تلاحظون معي بناية أوصومة جميلة ورائعة تاريخية مميزة يميزها بناءها وشكلها الهندسي بالفعل فالمغرب بلد إسلامي وعندما نتنقل من مكان إلى آخر نجد المساجد التي يقصدها السكان من أجل أداء فرائدهم الدينية وهي فردة الصلاة هذا المكان كما تلاحظون تاريخي بامتياز جدرانه يعبرون عن ذلك ولون جدرانه ونوافده دائما تعبر عن تاريخها دائما المغاربة يحاولون الاحتفاظ عن تاريخهم وعن أصالتهم فبالنظر إلى الماضي نستطيع السير قدما نحو الأمام بكل فخر واعتزاز أعشق التاريخ المغربي وأعشق الأزقة التاريخية والشوارع التاريخية فهي رمز لوطنيتنا ورمز لحبنا لوطننا كما دافعوا أجدادنا وجداتنا وشبابنا في ذلك الوقت عن مغربهم فنحن بطبيعة الحال ندافع عن مغربنا في المستقبل مدننا الشمالية أو الداخلية أو الجنوبية أو الشرقية أو الغربية كلها لها تاريخ خاص بها ولكن لكل منطقة تاريخ يميزها عن غيرها لكل منطقة عاداتها وتقاليدها لكل منطقة فنها لكل منطقة معلمتها التاريخية وما يميزها عن باقي المدن الأخرى نحن مغاربة بالفعل ونفتخر بأننا مغاربة نحن تاريخيون ومحبون لوطننا ولمغربنا شعارنا في الحياة الله الوطن الملك والصناعات التقليدية بطبيعة الحال حاضرة بدورها بمدينة القصر الكبير هناك صناعات جميلة ورائعة ما زالوا يحتفظون بها إلى حد الساعة حباً لهم في تاريخهم وحباً لهم لصناعتهم وحباً لهم لمدينتهم الصغيرة مدينة القصر الكبير أفواً توجد الشمال المغرب مدينة لاحظوا من أزقتها ودائماً أقول نظافة مدينتنا من نظافة سكانها ونظافة أزقة المدينة طبيعة الحال من نظافة أبنائها جميع كل الشبر في المدينة يعبر عن حب السكان لها وعن حب الشباب لمنطقتهم ولبلدهم الكل يفتخر ببلده والكل بطبيعة الحال يفتخر بتاريخ بلده نحب المغرب ونفتخر بأننا مغاربة لاحظوا مع التاريخ المغربي ربما هناك ما تلاحظون يتم هدم ولكن يتركون الواجهة ونتمنى أن يحتفظوا ويحافظوا على تاريخ وطننا الجدران تشرح وتوضح نفسها بنفسها فلها مئات أو بل آلاف السنين وهي ما زالت حاضرة نفتخر بها وننظر إلى النوافذ وإلى الأبواب وإلى الأسوار التي تبين لنا حب أجدادنا لوطنهم وحبهم الذي تركوه في قلوبنا نحب المغرب ونحب تاريخ المغاربة دائما نتمنى الأفضل ونحاول أن نقدم بطبيعة الحال لكم الأحسن الشوارع والحدائق والأشجار والنبات بدوره يجب أن نحافظ عليه فهو مصدر من المصادر الحياة لاحظوا معه جمالية المدينة وأثقتها كي لا أطيل عنكم إخواني أخواتي أتمنى أن أكون ضيفة خفيفة على قلوبكم أتمنى جولة اليوم أن ترقى إعجابكم وتنال أريدكم أتمنى كاميراتي الصغيرة والبسيطة أن تنقل لكم الصورة في وضوحها وجماليتها كلمات بسيطة فيديو صغير أمام مدينة القصر الكبير وتاريخها العريق على العموم أترككم إلى فيديو آخر إن شاء الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة